مرحبا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام حيث نستعرض لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والعربية والدولية تابعونا بعد الفاصل البداية من صحيف الطريق الشعب من مقال بعنوان الإصرار على التخريبات في قانون الأحوال الشخصية للكاتب عمار ربيعي يصدط الكاتب الضوء على موجة الغضب التي أثرتها التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 59 وتسعمائة وألف يصف هذه التعديلات بأنها محاولة للعولة بالعراق إلى الوراء مضيفا أنها تهدد سيادة القانون وتؤدي إلى صدامات لا يحتاجها البلد ويناشد ربيعي بضرورة توجه نحو بناء اقتصاد وطني متعدد المصادر بدل الانشغال بقضايا ثانوية تثير النزاعات نتابع إن عدم إخضاع من يعتقد واهما أنه مقدس إلى المحاكم ثغرة كبيرة في سيادة القانون وسيؤدي إلى إتاحة الفرصة تحت هذا النفر لانتهاك حرمة الدولة يجب أن يعرف الجميع أن الكل في مجال عمله وعلى الجميع أن يلتزم القانون وأن يعرف أن الجميع متساوون أمام القانون فكفى لانتهاك حرمة الناس تحت أي مسمى ويجب التوجه نحو بناء اقتصاد وطني متعدد المصادر زراعية صناعية خدمات سياحة بدل الاختصار على النفط الذي يتجه إلى انخفاض الطلب عليه بسبب بدائل الطاقة التي يستمر العمل عليها لدى الدول المستهلكة هذه هي الجوانب الأساسية التي يجب أن تحظى بالاهتمام وليس تعديل قانون مضى على العمل به أكثر من ستين عاما دون إثارة مشاكل هذه المطالبات بالتعديلات والأمور المماثلة ما هي إلا تعبير عن إفلاس هذا البعض الذي ليس في جعبته إلا إثارة الأحداث وجر الناس إلى النزاع والتأزم وإجرالها بأمور ثانوية وإبعادها عن الأمور الأساسية التي يحتاج إليها المواطن بتوفير أساس حياته في أمن وأمان وعيش كريم وخدمات كما لو نحن من أفقر دول العالم ننتقل الآن إلى صحيفة العربي الجريق ومن قال بعنوان ماذا بقي من مدنية الدولة في العراق للكاتب عبداللطيف السعدون يستعرض الكاتب محاولات الأحزاب الدينية في العراق تقويض الطابع المدني للدولة خاصة من خلال التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية يؤكد السعدون أن هذه التعديلات تهدد وحدة المجتمع وتنطقص من حقوق المرأة والطفل ما يعيد العراق إلى الوراء ويهدد بفرض هيمنة العمائم المزيفة على حساب الدولة المدنية نتعبع جرى هذا كله ويجري بقوانين وتشريعات مفروضة بقوة السلاح المنفلت الذي يعطي الميليشيات الطائفية منعة وفاعلية وبفعل فائض قوة توفره دولة ولاية الفقية لوكلائها النافذين ووسط حالة عدز مطلق من الشرائح الشعبية العريضة لمواجهة الحال في وقت تتهاوى فيه مدنية الدولة التي تمثل الضامن لوحدة العراقيين وتماسكهم وهذا ما حفز نخبة ناشطين مدنيين وحركات نسوية ومنظمات مجتمع مدني على الدعوة إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يلغي هيمنة دعاة التدين الزائف من رجال الأحزاب الإسلامية ويضمن تعزيز مبادئ التعددية والديمقراطية الحقيقية والتمثيل عبر الصناديق واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واستقلال القضاء والتداول السلمي للسلطة وإذا ما استمر الحال على المنوال الذي تسير فيه الأمور اليوم فالمتوقع أن لا يبقى من مقاومات الدولة المدنية ما يمكن العراقيين من العيش بأمان وممارسة حياتهم على النحو الذي يريدونه وسيكون على بغداد آنذاك أن تعيش تجربة قندهار وعندئذ سيكون لكل حادث أكثر من حديث أما في مقال نشره موقع أويل برايس الأمريكي بعنوان مغامرة شركة بي بي النفطية في العراق قد تكون نقطة تحول الغرب في الشرق الأوسط يوضح الخبير الاقتصادي سيمون واتكينز أن توقيع شركتين بي بي وتوتال انيرجيز اتفاقيات للاستثمار في قطاع النفط العراقية في إطار استغلال الاحتياطيات النفطية الهائلة في العراق ويتناول الكاتب دور هذه الاتفاقيات في إعادة التوازن بين الحكومة المركزية العراقية وحكومة تقليم كردستان في ظل المنافسة الشديدة مع الشركات السينية وروسية على موارد الطاقة في المنطقة على مدار فترة طويلة كان الغرب في طليعة الدول التي أنشأت عززة العلاقات الدولية من خلال مثل هذه المشاريع النفطية خاصة في منطقة الشرق الأوسط وبعد عدة أخطاء عسكرية وسياسية خاصة في العراق استغلت الصين وروسيا الفراغ الناجم عن تراجع نفوذ الغرب في المنطقة وفي تطور اللاحق وقع شركة بي بي البريطانية قبل أكثر من أسبوع اتفاقية مبدئية لعادة تأهيل وتطوير أربعة حقول في منطقة كاركوك الغنية بالنطف في شمال العراق وهي منطقة حساسة سياسيا وفقا للكاتب وأكد الكاتب أن إيران كانت ولا تزال مصممة على الحفاظ على دورها كأهم لاعب أجنبي في جميع أنحاء العراق فهي تستمر في ممارسة نفوذ كبير على الجماعات الشيعية التي حكمت أو شغلت مناصب أمنية وحكومية في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين في سنة ثلاث وألفين بحسب الكاتب فإنما يعنيه وجود شركتين Total Energies و BP بالنسبة لكردستان العراق لا يزال غير واضح تماما فمن جهة قد يشعر الأكراد بالقلق لأن الشركتين السابقتين وهما شركة النفط الإنجليزية الفارسية وشركة النفط الفرنسية كانت من المساهمين الرئيسيين بنسبة ثلاث وعشرين في المائة فاصل خمس وسبعين لكل منهما في تحالف شركة النفط التركية الذي هيمن على عمليات استكشاف وإنتاج النفط في العراق من سنة ألف وتسعمائة وخمس وعشرين إلى سنة ألف وتسعمائة وإحدى وستين ونبقى مع مقال موقع أول برايز الأمريكي بعنوان مغامرة شركة بي بي النفطية في العراق تكون نفط تحول إلى الغرب في الشرق الأوسط وأكد الكاتب أن شركات النفط تحتل موقعا فريدا عند تقاطع الاقتصاد العالمي والسياسة والأمن مما يجعلها لاعبا رئيسا في تحديد مستقبل الدول ماليا وسياسيا على مدار سنوات كان الغرب في طريعة الدول التي عززت علاقاتها الدولية من خلال هذه المشاريع النفطية خاصة في الشرق الأوسط ومع تراجع نفوذ الغرب في المنطقة نتيجة أخطاء سياسية وعسكرية برزت روسيا والصين كقوة مؤثرة بشكل كبير توقيع ببينت اتفاقيات جديدة في كاركوك يمكن أن يعيد بعض التوازن ربما يسهم في عادة بناء علاقات الغرب مع دول المنطقة على أسس جديدة متابعة أعمال شركات النفط في الأراضي الأجنبية تعد عمليات ضخمة ومعقدة تشمل بناء علاقات على أعلى المستويات مع حكومات وصناعات ومجتمعات الدول المضيفة وتتمتع الشركات النفطية بالحق القانوني في حماية أصولها على أرض الواقع في أي دولة أجنبية بأي وسيلة تراها ضرورية بشرط موافقة الدولة المضيفة بحسب المقال وأشر الكاتب إلى أن التاريخ التعاوني بين الشركات البريطانية والفرنسية قد يؤدي إلى تحقيق تكاملات مستقبلية لمشاريعها في العراق ولعل أبرز هذه المشاريع هو عمل شركة Total Energies على تنفيذ مشروع إمداد المياه المالحة المشتركة الذي يعد بالغ الأهمية ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المرحلة الأولى من المشروع المحدث في سنة 2028 وأشار الكاتب إلى أن التعاون بين شركتين BP و Total Energies في هذا المجال يمكن أن يعزز بشكل كبير إنتاج النفط في العراق سواء في الجنوب أو الشمال ووفقا لما أبرزته وكالة الطاقة الدولية بشكل منفصل فإن مستوى الموارد القابلة للاستخراج في جميع أنحاء العراق بما في ذلك إقليم كردستان قد يصل إلى حوالي 246 مليار برميل من النفط وسوائل الغاز الطبيعي وفي صحيفة القدس العربي نقرأ مقالا بعنوان منهضة الفاشية وسقوط الليبرالية الأطلسية للكاتب جلدير الأشقر يتناول المقال مفارقة الكبرى في موقف القوى الأطلسية التي تدعي الدفاع عن القيم الليبرالية والديمقراطية بينما تتواطأ مع حكومات نازية جديدة في إسرائيل ويرى الكاتب أن هذه الازدواجية تكشف سقوط القناع الليبرالي عن الأيدولوجيا الأطلسية خاصة في سياق التضامن مع السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينية هكذا تمكنت الأيدولوجيا الأطلسية من أن تدعي احتكار تمثيل قيم الحرية السياسية والديمقراطية التي تضمنتها الليبرالية التاريخية بينما كانت ولا تزال تدوس هذه القيم في الجنوب العالمي هذا وقد وصلنا اليوم إلى منعطف تاريخي يشهد سقوط قناع الادعاء الليبرالي عن وجه التحالف الأطلسي وذلك في وقت تلع على الفور بلوغ ذلك الادعاء ضروة جديدة مع وقوف الحلف المذكور ضد الغزو الروسي لأوكرانيا وزعمه تمثيل القيم الليبرالية في وجه حكم فلاديمير بوتين النيوفاشي أما اليوم فقد سقط القناع الليبرالي نهائيا عن الأيدولوجيا الأطلسية من خلال تضامن أربابها وتواطئهم مع دولة إسرائيلية تحكمها التيارات النيوفاشية والنيونازية في الحركة الاستعمارية الصهيونية وتقترف أبشع حرب إبادة جماعية متعمدة قاضت فيها دولة مصنعة منذ الإبادة النازية حرب إبادة في قطاع غزة تصحبها ممارسات إزاء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية كما في السجون الإسرائيلية تنم عن عداء عنصري عنيف للفلسطينيين يحيلهم إلى مرتبة البشر الدونيين على غرار ما فعله النازيون باليهود إزاء موقف الأطلسيين هذا لم تعد لادعائهم الليبرالي في منهضة الغزو الروسي لأوكرانيا أي قيمة على الإطلاق مثلما لم تبقى أي قيمة لادعائهم الليبرالي في منهضة الفاشية والإبادة الجماعية فلانا الوجه الآخر من حرية التعبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر استهداف خلال رحلة عمله في الصحافة الممتدة منذ الثامن عشر أو ممتدة منذ ثمان عشرة سنة حوالي ثلاث مرات ورغم الاستهداف المتكرر والإصابة إلا أن قريقع يواصل عمله في تصوير وتوثيق الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة وعلن المركز الدولي لصحفيين منظمة غير حكومية مقرها واشنطن في فبراير شباط الماضي أن الحرب على غزة شكلت أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ ثلاثين عاما ودعا إسرائيل إلى وقف قتل الصحفيين والتحقيق في حوالي قتلهم على يد قواتها إذن مشاهدين الكرام نتابع فيديو اليوم اشتركوا في القناة تسأل علي جلولي الضار اللي انت فيها منقصفك ناس من الحار راحت مرتك ولادك كنين حماكت رحت أطلع شهادت الولادة تاعت الولاد مرتك ولدك أول مبارك لسه ما فرحتش عليهم وهي لسه والدة قيصر يعني لسه دعبانة لسه مجذبونش تتحركش حسب الله أنا أنا الوكيل بس موسيقى 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 الآن سدلت في التاريخ البشرية بأن جنش الاحتلال يستهدف الأطفال الرضع التي لا يتجاوز عمر هذين القفلين أربعة أيام توأم مع الأم وجدتهما والآن هؤلاء مسحوا من السجل المدني ولذلك نحن نستنكر مثل هذا العمل الإجرامي بحق المدنيين وما زال مسلسل المجازر المستبر حيث وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى أكثر من 12 شهيد شكرا لكم على حسن المتابعة موسيقى 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 موسيقى